بينما قرر البنك المركزي العراقي تجميد أصول أربعة أشخاص بينهم قائدة فصيلين في ميليشيات الحجد تنفيذ للعقوبات الأمريكية أفادت مصادر مطلعة بأن شخصيات وجهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تقوم هذه الأيام بحركة حثيثة لنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران وذلك لتلاف العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية الأربعة الذين جمد البنك المركزي أموالهم هم كل من وعد القدو زعيم اللواء الثلاثين في ميليشيا الحجد بنينوى وريان الكلداني زعيم اللواء الخمسين بنينوى أيضا إلى جانب محافظ نينوى السابق نوفل العقوب ورئيس كتلة المحور النيابية ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري مصدر مطارع على ما يجري في الأوساط القريبة من إيران أكد أن أجواء الترقب والخوف تسيطر على الشخصيات التي توالي إيران خصوصا تلك التي استولت على أموال طائلة في السنوات الأخيرة عبر استثمارها لتلك العلاقة في الضغط وابتزاز المؤسسات العراقية والحصول منها على مشروعات واستثمارات وهمية في أغلبها وكذلك استفادت من عمليات تهريب النفط وسعة النطاق في نينوى والبصرة المصدر أشار إلى أن كثيرا من تلك الشخصيات باتت تدرك أنها تحت عين الرقيب الأمريكي وستشمل لاحقا بموجة جديدة من العقوبات وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالها بمنأة عن تلك العقوبات وغالبية الأموال تخرج بطرق مختلفة ومنها طرق الحدود البرية لعدم إمكان نقلها عبر المصارف الرسمية الإجراءات الأمريكية الجديدة وضعت رئيس الوزراء عدل عبد المهدي مرة أخرى بين السندان الإيراني والمطرقة الأمريكية ليجد نفسهم مضطرا إلى الإنصياع للإرادة الأمريكية بشأن مواجهة النفوذ الإيراني في العراق عبر الكشف عن إجراءات مفصلية ضد بعض أصدقاء إيران في العراق بالرغم من مساعيه للنائي بالنفس عبد المهدي الذي أصدر أوامره في وقت سابق بإغلاق مقرات ميليشيات الحجد ودمجها في القوات النظامية يبدو أنه على موعد مع مواجهة جديدة مع تلك الميليشيات التي ترفض الرضوخ لسلطته بينما تحاول واشنطن زيادة الضغط عليه سعيا لتقليم ولو جزء من مخالب طهران في العراق ضمن صراعها المصلحي الذي أريد للعراق أن يكون مسرحا له